تعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيلها 46.290 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعاً لكل المؤشرين مقارنةً مع الإحصائيات السابقة يصل العدد الإجمالي أو يتجاوز المليون و400 ألف للمزيد طبعاً من مرسيليا خالد شقير مرسل أكسترونيوز خالد برحب بك يعني التفاصيل أكثر معك حول الوضع الآن فيما يتعلق بالإصابات والوفيات والحالة الصحية أيضاً والمستشفيات وجهزيتها لاستقبال المصابين تحياتي زميك العزيمان لك ولكل المشاهدين فرنسا تعيش أيام عصيبة الحقيقة على كل المستويات وبصفة خاصة على المستوى الصحي وذلك بعد أن طالب الرئيس ماكرون بدخول الفرنسيين جميعاً إلى الحظر الصحي هذا الحظر الصحي الثاني لا يشبه حقيقة إيمان الحظر الشامل الأول الذي كان في الربيع الماضي وذلك لأن الحكومة الفرنسية حاولت التخفيف من الأعباء وذلك لمحاولة تفادي الخسائر الإقتصادية الآن هناك مشكلة كبيرة جداً وهذه المشكلة هي زيادة أعداد الداخلين إلى المستشفيات إيمان أكتر من ستة واربعين ألف بالأمس في أخرى 24 ساعة غرف العناية المركزة فيهم أكتر من 3600 حالة وهو تقريباً نصف عدد الأسرة المتواجدة في غرف العناية المركزة عدد الوفيات تجاوز 37 ألف حالة وفاء طبعاً جمالي الوفيات معروف أن الوفيات في الموجة الأولى كانت تقريباً 29900 يعني 30 ألف الموجة الثانية فيها حوالي حتى الآن 7000 الجميع يتصابق مع الوقت إيمان الجديد في الأمر أن الحكومة الفرنسية تحاول يعني أن تراهن على الفرنسيين إلا أن هذه المرحلة الثانية والموجة الثانية بالأسف الشديد ما نلاحظ إيمان نحن في الشارع أن هناك حالة من حالات الاسياء وبصفة خاصة من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمطاعم وأيضاً نحن قمنا بتقرير لقناة إكسترا نيوز سيظهر هؤلاء تقرير سيتم باسته طبعاً على قناتنا العاملية في مجال السينما وفي مجال المكتبات في مجال التقافة وفي مجال المطاعم ومجال السياحة الجميع مستاء رغم أن الحكومة الفرنسية وكرونو ليمير وزير الاقتصاد وعد هؤلاء الذين يعملون أو أصحاب المحلات التجارية الصغيرة أو المحلات الملابس والبرفنات وغيرها إيمان في هذا التوقيت أنه سيسمح لهم بالفتح مرة أخرى بعد عشرة أيام في حالة تراجع العداد وذلك بعد أن لاقى ما لاقاه من انتقادات ولاقته الحكومة الفرنسية من انتقادات بأن الحكومة الفرنسية تغلق المحلات الصغيرة لصالح المحلات الكبرى والسوبر ماركت الكبيرة وأمازون وغيرها من الشركات الكبيرة إذن اليمين المتطرف من ناحية ينتقد كل هذه الإجراءات وأقصى اليسار فرنسا الأبية أيضا تنتقد وهناك حالة من حالات الاستياء وعدم التعاون من قلة قليلة في الشارع الفرنسي لدرجة أن هناك خمسين عمدة عمدة مدينة وقرية هنا في فرنسا يتضامن مع هذه الشركات الصغيرة وإحدى هنا صباح هذا اليوم قامت بعمل الدخول في نوع من أنواع عدم الأكل والشرب لهذا الأجواء في هذه الموجة الثانية إيمان مختلفة تماما عن الأجواء في الموجة الأولى حيث كانت أو كان كل الفرنسيين منتزمون في البقاء في المنازل وكان الجميع يدرك أهمية البقاء في المنازل هذه المرة بسبب السماح لبعض العاملين في مجالات مختلفة بالعمل وذهاب الطلبة إلى المدارسة طيب خالد بما أنه بما أنه في تدعيات اقتصادية أسألك نفس السؤال الذي وجهته لي عربي في ألمانيا هل وضعت السلطات الفرنسية خطة لإستيعاب ومعالجة هذه التدعيات الاقتصادية لو لك أن تطلعنا عليها إذا كان هناك معلومات بشأنها طبعا بالطبع برونو لي مير أكد في حديث خاص للصحافة الفرنسية ووعد الشركات المدارة التي ستعاني تلال هذه الأزمة أنه سيدعمها بعشرة ألاف يورو لكل شركة وسيكون بدفع مرتبات 80% من المرتبات طيب بشكر بشكر زملنا بخالد شقير من مورسيلي على كل المعلومات اللي وضعها لنا ترجمة نانسي قنقر